السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب حبيبي دي رسالة الملايكة ليكم النهاردة الرسالة تشوفها في اي وقت باذن الله هي لك لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت باذن الله ورسالة النهاردة بتنبهك لشيء مهم انك بتحكي الرؤى اللي انت بتشوفها لناس او بتحكيها في التعليقات ياريت اللي دخل منكم في موضوع الروحانيات او ابتدت تظهر معاه علامات في الرؤى بينة ووضحة ياريت ما يحكيش احلامه في التعليقات لعله خير له اللي مثلا هيقوللي طب انا مش عارف افسر الحلم ده معناه ايه ومش فاهم الروحانيات عايزة مني ايه انت هتفهم وحدة وحدة هتفهم وحدة وحدة والاحلام هتبقى رؤى وضحة وصادقة وهيبقى فيها مقلة ودل من الكلام اللي هيفيدك فيما بعد بس ادخل شوية شوية في الروحانيات وانت هتعرف معاني احلامك وانت كمان هتتفسر لك لوحدة وانت كمان هتكون ضليع في تفسير رؤىك واحلامك لوحدك بدون مساعدة اي حد هم بيساعدوك هم هيساعدوك علشان تقدر تلاقي الحل لأسئلتك والحل لتفسير احلامك هتلاقي حتى رسالة جات قدامك فيها تفسير للمنام اللي انت شفته مثلا شفت مفتاح شفت بحر شفت علامات ارقام شفت حاجات هتلاقي دايما يجي فيديو قدامك بيدلك على تفسير منامك وبلاش تحكيه كتير للناس علشان الشيء الجميل اللي عندك ده ما يذهبش عنك لانك معك قوة روحانية عالية بتساعدك ومعك كمان يعني ما شاء الله نورانيات محاطة بك من كل اتجاه بتحاول تمديلك ايدي المساعدة فانت بس خد بالك من العلامات علامات الكون وخد بالك من الاشارات اللي بتجيلك في المنامات هيجيلك بيها حاجات قدامك ان هي تبين لك ايه هي معنى الاشارات دي ومعنى الحاجات دي ويمكن انا بعمل فيديوهات كتير بقول فيها على احلام وعلى اشارات بتيجي للروحاني فانت برضو خد بالك من اي فيديو انا بعمله هتلاقي فيه اشارات واضحة للأحلام اللي بتجيلك فانت تبطل بس تحكي الرؤى اللي بتجيلك علشان هم يحسوا معاك بالثقة اذا الروحانيات حسوا انك مش اهل للثقة دي مش هيخلوك ثقة لهم ولا هيدوك الاشارات المنامية القوية ولا تجليات السماء ولا اسرار القرآن فانت خلي بالك وما تحكيش احلامك حتى لأقرب الناس لك لغاية ما يجيلك اليقين رسالتك بتقول وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حاول انك تدنك في عبادة ربنا وكل شيء هيتفتح لك لوحده اللي بيذكر الله لله كل شيء بيتفتح له لوحده من غير اي شيء ولا استفسار ولا اي حاجة خالص وكل شيء هيتفتح لك من غير اي حاجة انت تتخيلها هتلاقي كده المساعدة الربانية المساعدة الالهية كل شيء بيجيلك واضح لانك ماشي على الطريق المستقيم فانت خلي بالك انك ما تحكيش كل حلم يجيلك كده انت هتبقى حتى ساعات اي منهم عارف معنى المنام وحدة وحدة هتعرفه لوحدك ما شاء الله جيلك اية جميلة من سورة يوسف وهي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك يعني انت ربنا اختارك لمهمة معينة او رسالة معينة في الحياة ربنا عايزك تكملها عايزك تستمر في اللي انت بتعمله يمكن انت بتنشر شيء او بتعمل شيء بيخلي الملائكة تقرب منك اكتر وتبعتلك برسائل مفيدة لك انك تستعملها في رسالتك اللي انت بتنشرها الروحانيات الحواليك عايزة تدلك على شيء معين انت تعمله بس انت مثلا مش عارف ايه هي رسالتك بالضبط في ناس كتير عارفة رسالتها وبتأديها وبتقول ان شاء الله ربنا هيجزيني عليها خير ولكن في ناس مش عارفة لسه تتواصل التواصل الصحيح وكلما اكتهت كلما زاد التواصل وعرفت ايه هي رسالتك انت اللي هتكتشفها لوحدك انت اللي هتعرف ايه رسالتك في الحياة وانت لازم تعمل ايه في حياتك يعني انت لازم تستمر في العبادات وتستمر في التسبيح وتستمر في قراءة القرآن والصلاة في معدها علشان خاطر انت تقدر تعرف ايه هي رسالتك وهتجيلك باذن الله لوحدها كده في كشف منامي فانت حاول تستمر في هنا كمان يا جماعة رسالة للبعض منكم دايما بيقول مثلا انا ليه مختلف عن الاخرين او مثلا ليه كل ما اقول رأي الحد الناس ما بتاخدش برأي انا او ما بتاخدش بكلامي انا كأني مثلا بيهزقوا بكلامي بيقولوا علي مثلا ايه اللي هو بيقولوا ده كل كلام فاضي يعني مثلا بيخلفوك في الرأي في حاجات كتير ممكن انت تقول كلمة والناس تعرضك فيها يعني انت مش عارف تمشي على شيء معين انت عاوز كل الناس اللي حواليك مختلفة عن رأيك اللي انت عايز تعمله فانت ملكش دعوة بالاخرين يعني ما يهمكش سؤال الاخرين انت ما تسألش حد عن الشيء اللي انت عايز تعمله لانك انت قادر تعمله بدون مساعدة اي حد انت ربنا بيساعدك لوحده بقوة روحانية بعتها لك جند من جنود الله تساعدك فانت ما تسألش حد عن رأيك في الشيء اللي انت عايز تتمه او انت عايز تعمله اعرف ان كل الناس هتبقى مختلفة عنك لانك انت شيء وهم شيء تاني اعرف انك انت فيك شيء لله يعني فيك شيء ربنا بعته فيك او اداك هبة ربانية او هبة روحية من عنده علشان تساعدك في رسالتك في الحياة او تساعدك في مهمتك او تساعدك في حياتك عمتا علشان ربنا عاوزك تكون في حياة افضل من اللي انت عيشها ربنا عايزك تبعد عن الظلم اللي انت عشته والحزن اللي كان مالي حياتك ربنا عايزك تبقى في احسن حال واعرف ان مش كل الناس هتبقى رأيهم واحد ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين يعني اعرف انك مفيش حد هتلاقيه زي التاني ابدا كل واحد هتلاقيه مختلف عن التاني اذا كان في طبعه او في سلوكه او في الروحانية حتى اللي معاه ممكن انت معاك شيء وهو معاه شيء تاني يعني ما تحاول انك تاخد برأي حد خليك في رأيك انت انت معاك جند من جنود ربنا بيساعدوك فاذا عزت تسأل عن شيء اسأل جنود ربك اسأل ربك ان يسخرهم لك واسألهم في خلوة عن الشيء اللي انت عايز تفهمه وهم هيوصلوا لك الرسالة اما في منام واما في شيء يقع قدام عنيك لكن ما تسألش البشر انت اصلا غير البشر اللي حواليك انت انسان فيك هبة ربانية فيك شيء نوراني من عند الله بربنا بيرسلك علامات كتير تبين لك انك مختلف عن الاخرين انت مش زيهم انت انسان صافي نقي فما لكش دعوة بغيرك وما تديش سرك لحد وما تحاول ش حتى تاخد رأي اي حد في اي شيء انت بتعمله اللي حتى مش هيفيدك هيضرك بحسد او هيضرك بعين او هيتعبك في حياتك بانه هيينقل اللي انت قلته في قيل وقال فحاول تخلي سرك دايما معك وما تدهوش لأقرب الناس لك انت بس وملائكة الرحمن هم حافزون السر انا كده خلصت رسالة حبيب قلبي ربكم فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته